بالعشرة ونصر الحريقة بالعشرة ونصر قلناهم أكو كارثة أكو منفذ واحد للهروب وهذا المنفذ ما رح يكفي العوائل اللي طلعت ورا نصر عجابة وشفل ورا ما الناس احترقت جابة وشفل كسر الجدار الجدار هم وقع على العالم هذا شغلنا هذا العمل اللي نتكلم عليه العمل ثم نطلبنا بذهاب الوزراء من الـ 12 بالليل الوزراء راح هو الصبح ما عرف شين يتفرجون على الحادثة ما عرف ما عرف المفروض أنت بالوحدة بالليل انت هناك عدتكم طائرات سمتية مسويها تاكسيات بهذا البلد تاكسياتهم سوين الطائرات هذا يروح لفلان قاعدة وهذا ينزل يجازه وهذا مدري وين يروح كل هاي نعرف بيها سويها التاكسيات وما عرفتوا تطلع بالوحدة بالليل تشوف تخلي الشهداء وتخلي الجرحى الموجودين رايحين للصبح شين سوين الصبح شين تتفرجون على الحادث حالكم حال المواطن الاعتيادي مثلا هذا الحجي أنا سيد رئيس وزراء طلب تقييم للمدراء العامين خلال 6 أشهر وكلاء الوزارات 9 أشهر أتمنى أن ينفذ هذا السفهورا الوجبة الأولى تم إقالتهم اللي ما يستطيع العمل خليقوا عد ببيته خليقوا عد ببيته مو أبو الدفاع المدني عدة سيارة واحدة مدر سيارتين وما عدة ما يفرض عليهم اشتري هاي الكرات بـ 3000 متر بـ 5000 دينار موجودة بالسوق أي حريق يصير تطفي فورا هاي الشورجة متروسة مخازن نحن بيها متروسة مخازن تشذب ما يسوين علينا عقوبات لذلك ما نلتزم هاي بسبق اللي يخاف عليه بضعة يجيب هذي أما تعال عقوبات دفاع المدني هذا مخزنك غير صحيح ماكو نعم وين سلالة من النجاة سلالة من النجاة اللي كانت موجودة بالعمارات وين هاسه أي حريق يصير عندنا بعمارة بشرع الجمهوري بهاي عمارات جديدة وين 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 سلالة من النجاة اللي كنا نشوفها خارج البنايات وين هذي إلا سرع عندنا مصيبة يا الله بعد حادث العبارة مع الموصل شنو اللي سويتو شنو اللي سويتو ضبطتو بس بس كلام وكذب وتكذبون عن الرئاسات وتكذبون عن الرئاسة وزراء أربع سنين صالة هاي القاعة أربع سنين صالة تشتول بالكوبونت هذا الكوبونت وهذا السندويش بانال نتخليهاش خاطئ يحترق كلها مواد بترولية ومواد صناعية ما حد هاي البناء الجديد الموجود بعراق الحضارات